مرقت المال السلام علينا جنوية مرقة جنوية المرقة جنوية المرقة جنوية 200 كجم غنوية مرسوية سوف نأخذخ المتوسطة ليس كبير 3 طريفات الحم المرقة الجنوية فنجان زيت زيتوني هنا نطيب زيت زيتونة انتوما بلي تحبو طيبو طيبو بلي مستنسين طيبو عنا زادة البصل الجنوية تحب برشة بصل اخذيت 3 روس بصل مش كبار برشة واحدة بش نقطعها من الول راس بش نقطعها من الول وزوز بش نحطهم في اللخر الفاحات تشنوه عنا عنا الملح مغرفة صغيرة ملح شتر مغرفة كوركو مغرفة صغيرة في الفلاكحل بش نحط شتر ملول في الفاحم وشتر فلاكحل كتب المرقة عنا مغرفة بابخيكا ولا فلفل زينة عنا مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة هريسة و الطماطم الحكة عنا تماطم كونسانتري مغرفة مكلا مغرفة زيتونة قرنين فلفل و عنا 4 كعبات تماطم مكعد و الأن هي القناوية تحبت تماطم مكعد لا يوجد الكبار اذا كان لديكم كعبة طماطم كبار تضعوا كعبتين كها بداية اطول كيف ننظف القناوية ننظف كعبت القناوية بالفرنسيين يقولون لها جومبو جمعة الشرق يقولون لها يظهر لبمية فيها الشعر كما تشوفوا هذه يتنحها هذه هاك العراف يتنحها مش الكل فيها عراف فريدتوها كيفاش نجيو للقعمورة كما هكا نقصو هيش على الاخر شوية بركة كما هكا ننطف وزيدة البوغتور هاكا كان نقاوة فيها هاك الحاجات لك حل حاطر يشدو التراب كما هكا كما هكا الكعبة تنظاف هذي انا فيها شكل طلوحنا كل الشعار ومتاحها قدران كنجيو القعمورة منشوش حاطها للاخر هكاكا وهناك كان فما حاجة وصخ ولا حاجة هنا حيوة كيف كيف نحي شوية القعمورة هناك كما تشوفو هكا ما نوصلش للاخر نجيه هكا في الوسط كان فما هناك شوية وصخ هناك حيوة كيف نهكا كيف نهكا 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 نكتش نهكا نهكا كما قلت لكم الجناوية والألبامية سوف يتحب البصل قصوشي البصل ما قصوهش جوية برشا ديكم هكا هو يبدأ يتقلع شوية هكاكا ونحط عليه اللحم عندي ثلاثة طروف اللحم على اللوج كما تشوفو في الصيف هذا النجم نطيبوه بالبرشني ثوانسا يطيبوها ديمة القناوية مكثر الوقت بالبرشني ما يحبوهاش بدجاج القناوية ثوانسا حتيت اللحم هو بش نبدأ نطوح نبدأ مغرفة الملح الصغيرة هو بش ديغج تمام فوق اللحم نشطر مغرفة الكركب نتلت الأكحل بش نحط الشطر طوعة وشطر في اللخة نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف القبطة نضيف الماء نضيف الماء وضيف الماء فخاش قصيتهم طريفات صغار حط زيادة عندي المغرفة الصغيرة فلفل زينة أو البابريكا عندي مغرفة الطماطم الحكة مغرفة طماطم معجونة طومات كونسنترية مغرفة على ماكلة وعندي مغرفة الهريسة الصغيرة مغرفة على قهوة هريسة ستحلطها تخلطها تقليل مع بعضها تقليل مع بعضه يجب ان تقلق كاكة دريجة لن نخاف عليها ونسقيه بكاس ماء عندها كاكة طنجرة 3 دقايق تتقلق كما تشوفوها ريحة خارجة ما نحكي لكمش اتنين متع طقلية نزيد شوية ما سخون دي ما تحذير كالكسرون التع الماء مقدار كاس نحطه ساعة باللول باللول نحطه مقدار كاس 200 مليلتر نحلها كاكة مقدار دريج نغطيها طوى مقدار دريجة نرجع لها كين شح الماء نزيد نمرقها شوية رجعت بعد خمسة دقايق تقليت بجداء مرقتنا كما تشوفو حتى بالزيت بطفى شوية زيت جارة زيتها منطوى لانك طوى بش نمرقها هكاكة زوس كيسان ماء بش نغم الحم بش نخلي الحم ميتي كما تشوفو نخليه نصف على الحم يتيب ونرجع له كين والاية تقرس كين والاية تقرس كين والاية نحط الجناوية ونحط الباقي مطالب صالب كين اغطخطو بش نكمل النظف الجناوية متاعي الوقت هده نستغل ونكمل النظف الجناوية طوى عندها 40 دقيقة هكاكة تغلي كين نتفقد الحم نتفقد الحم نضيف الجناوية نظف الجناوية يجب ان تخسلها 3 ا 4 مرات تنفخوها في الماء البارد بالقطاب وتهزه الفوك داخل عميات خلي التراب يعبط ثلاثة اربعة مرات هدي هي الجنوية متاعنا بعد ما احسنناها عنا كعبتين للبصلة هذو مالبصلتين الزغار كما قلت لكم مقبيلا نخليوهم بشو نحطوهم في وسط التطيب الجنوية راه يتحب البصل ياسر بشو نقصهم مخشان ما نحطهم نقصوهم على اربعة هكا اصبح نقصوهم نضيف حلوة الوضع نضيف حلوة القناوية في نطقات شك سوى 15 دقيقة خلي البصل يسبق دريج ونضع الجناوية نتعدى درجة على البصل حتى نرمي الجناوية جناوية 4 ساعة وتكون طابت الكل عنا يمكن ساعة ونصف ونضع الجاز ليس عالي على نار هادئ بالكل عندي ساعة نصف وانا طيب فيها الجناوية لا تحبش النار عالية نرجع بعد 4 ساعة حتى نضع جرنين الفلفل كالعادة نشقوه الفلفل ونشوفوه بالقدير نضع نضع خمسة دقائق خمسة دقائق لديك شوية الفلفل أكحة اللي قلت لكم عليها مقبلة نضع نضع خمسة دقائق ونضع الجناوية نضع نضع الجاز خمسة 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 ضع كيف قالت على السلسل بيتم هذا هو صحرنا البناوية ريحة بنينة 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 ما نحكي الكمش جربوها لبكلا تنشحلكم إن شاء الله هذا هو صحرنا البناوية بتاعنا بلعلوش إن شاء الله في أكلا أخرى وبسلامة اشتركوا في القناة